أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً اعتباراً من الأول من يونيو القادم أضف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء ناقش منظومة الخبز المدعم الذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاماً موضحاً أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع وتبيعه الدولة بخمسة قروش لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ أكثر من 30 سنة منذ أكثر من 30 سنة لم يتم التحرك في هذا الموضوع على مدارة 30 سنة سعر الخبز تضاعف مش عايز أقول كم مرة يمكن عشرات المرات أو عدة مرات منذ وقت ما كان من أكثر من 30 سنة كان سعره قدئيه على الدولة والنهار ده وصل لسعره قدئيه وبالتالي الكلام ده حمل الدولة أعباء مالية أصبحت متزايدة بصورة كبيرة جداً وبالتالي كان كل هدفنا أن إحنا مجرد نقلس هذا الدعم بصورة قليلة وزي ما شرحت الحقيقة لحضراتكم ويمكن معالي الوزير حيشرح بالتفصيل بعد ما أتكلم تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية النهاردة هو جنيه وربع جنيه وربع وبيتباع النهاردة بخمس قروش وبالتالي الدولة بتتحمل مية وعشرين قرش على الرغيف الواحد فالرقم ده مع متوسط في حدود المية مليار رغيف في السنة بنتكلم أكثر من مية وخمسة وعشرين مليار أو مية وعشرين مليار جنيه النهاردة دعم للخبز فكل لازم النهاردة أن يحصل تحريك في هذا الجزء لمجرد تقليص الدعم وبناء على هذا الكلام اتخذ مجلس الوزراء النهاردة قرار برافع سعر الرغيف الخبز المدعم إلى عشرين قرش اعتباراً من بداية الشهر معنى هذا الكلام لما نطرح من الجنيه وربع العشرين قرش ما زالت الدولة بتدعم مية وخمسة قرش للرغيف عشان يبقى الأمور واضحة لكل الناس ما زال حيبقى حجم الدعم اللي موجود حيبقى حوالي في حدود المية وخمسة مليار جنيه كما وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدعوة للحوار الوطني والخبراء لوضع خوطة لتحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدية وشدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الدولة ملتزمة بتوفير الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس المواطن وعشان كده يمكن احنا طرحنا عشان نأكد أن وجهة نظر الدولة وتوجه الدولة هو استمرار الدعم أن احنا نبدأ نطرح للحوار الوطني والحوار المجتمعي فكرة التحول لدعم نقدي لأن كل الخبراء اللي سألتهم وبعد معاهم وبعد أستمع إليهم أنا بتكلم على خبراء اقتصاديين كله بيؤكد أن لا سبيل علشان نضمن استدامة هذه المنظومة ووصولها فعلا لمستحقيها أن يكون هذا الموضوع يتحول بدل ما هو دعم عيني إلى دعم نقدي تستفيد منه الأسر المصرية المستحقة لهذا الدعم وعشان كده تاني أنا بأكد من خلال هذا المؤتمر أن احنا فعلا يعني بنوجه الدعوة للحوار الوطني وكل الخبراء أن يبدأوا فعلا في مناقشات جدة جدا بتضع خطة واضحة جدا للدولة وللحكومة كيفية التحول إذا ثبت جدوة هذا الموضوع كيفية التحول للمنظومة الدعم النقدي بدل العين علشان هو ده السبيل الوحيد فعلا أن يبقى فيه مبلغ مناسب جدا للأسر المستحقة تقدر كل رب أسره يشوف ما هو أولوياته ويستفيد من هذا الدعم بهذه الطريقة وتاني بأكد الرقم ده مش هيبقى ثابت بالعكس هيبقى هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم بزيادة بعض الأسعار العالمية تمكن الدولة أنها كل شوية تقدر تزود الرقم الإجمالي لهذا الدعم وبالتالي يفضل المواطن مستفيد بالدعم ده ما يتحولش مع مرور الوقت أن يبقى رقم قليل فعشان كده مرة أخرى بأكد إن شاء الله إحنا بنستهدف أن نصل إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام إذا تم إقراره من كل هذه الأليات للحوار المجتمعي والحوار الوطني والخبراء نضع معا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلا التطبيق الفاعل لي إن شاء الله اعتبارا من موازنة 25-26 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر